وقد سجلت الأسهم العالمية ارتفاعا كبيرا غداية الإعلان عن موافقة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ في محاولة لاحتواء أزمة الديون السيادية في أوروبا ففي أوروبا ارتفع مؤشر يوروفيرست لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى بالنسبة 6.1% كما صعد مؤشر فينانشل تايمز في برصة لندن 34.38% في حين زاد مؤشر كاك 40 في برصة باريس 38.3% وصعد مؤشر داكس لأسهم الشركات الألمانية الكبرى في برصة فرانكفورت 4.49% كما صعدت برصة مدريد أكثر من 9% وسجلت برصة لشبون ارتفاعا نسبته 7.51% وفي أثناء ارتفعت البرصة 7%